أثمنا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص نصر على تقديم الدعم الكامل لتشهاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية لمحمد إدريس جابي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشهاد حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعز في السلامين الواطنيين للبلدين وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشهاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات امتدادا لتميز العلاقات التاريخية الواطيدة التي تنمع بين البلدين الشقيقين من جانبه أشاد محمد إدريس جابي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر ومعربا عن تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها للتشهاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التي تمر بها وفي العديد من المجالات توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية حيث هنأ قداسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية بتريارق الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابة وجميع المواطنين الأقباد بوافر الصحة ودوام التوفيق وأن يديم على مصر الخير والأمن والسلام من جدبه توجه البابة ودروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على تواجده بمقر الكاتدرائية للتهناءة بعيد الميلاد المجيد معربا عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مسعيها للبناء والتنمية والدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة قداسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية بتريارق الكرازة المرقصية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهناءة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأشهد وزير الداخلية بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة واستقرار البلاد كما أكد وزير الداخلية أن تاريخ المصري قد شهد العديد من الوقاع والأحداث التي سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجاله من جانبه أشهد قداست البابة توادرس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبدلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والطمأنين المواطنين مؤكدا على تكاتف ومسندة أبناء الشعب الأجهزته الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن اختتم المرشحون لشغل وظيفة ملحق ثقافي بالمكتب الثقافي المصري بتوكيو في اليابان برنامجهم التدريبي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكدت الأكاديمية أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون المثمر مع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 912 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 323.913 حالة وفي بيانها اليومي أوضحت الصحة أنه تم تسجيل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفا غيب الموت الفنانة مهى أبعوف عن عمر نهز 65 عاما بعد صراع مع المرض ونعت نقابة المهن التمثلية وجموع الفنانين الفنان الرحلة ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر بالمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سلم أفدت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا أسرع من الصوت هذا الأسبوع أصاب هدفه بنجاح وذلك في ثاني اختبار من نوعه تجريه بيونج يانجي فيما تسعى إلى امتلاك قدرات عسكرية جديدة مع توقف محادثات نزع السلاح النووية وكان إطلاق الصاروخ الأول لكوريا الشمالية منذ أكتوبر الماضي ورصدته عدة جيوش في المنطقة وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن النجاحات المتتالية في اختبارات الإطلاق فيما جال الصواريخ الأسرع من الصوت لها أهمية استراتيجية تتمثل في أنها تسرع بمهمة تحديث القوى المسلحة الاستراتيجية للدولة نهاية موجز الثامنة نعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل